بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأشخاص المرسلين سيدينا محمدين وعلى صحبه أجمعين معاكم باشماند السبد الرحمن فرغاني إن شاء الله في فيديو جديد هناخد فيه لاب جديد عن الباور إلكترونيكس نتكلم إن شاء الله في الفيديو ده عن الكوازي سكوير ويف بس مش هناخد من الناحية النظرية هناخد الجزء من الناحية العملية احنا قردي بدأنا بيليست اشتغلنا فيها على ال L298 motor driver وقلنا النهاية ده built in لو رحنا للداتاشيت بتاعتها اتنين full bridge وفهمنا فيه الفيديوهين الأولين الفيديو الأولاني ال construction بتاعها والتوصيل ممكن يتم إزاي والفيديو اللي فهد أخدنا إزاي نطلع سكوير ويف في الفيديو ده هناخد كوازي سكوير ويف وإيه اللي خلانا نروح للكوازي سكوير ويف إن انت السكوير ويف العادية ما لكش أكسز إن انت تغير الأمبليتود تاع الفولتج انت خلاص هتاخد الـ RMS الفول RMS فما عندكش تغيير خالص في الجهد الحاجة التانية إن انت عندك السكوير ويف مليانة هارمونيكس فانت عاوز تحاول تعمل الـ Reduction لـ Harmonics دي فبتبدأ تزبط الموضوع ده عن طريق إن انت تتحكم في البالس بتاعت البوست في سايكل والنجد في سايكل زي ما احنا شايفين ده شكل الفول بريتش بالنسبة لنا فهي الدائرة كهاردوير مش هتختلف هو اللي هختلف عندنا النهاردة في السيميليشن وفي العملي هو الـ Control يعني انت هتوصل نفس دائرة الـ Hardware بنفس الطريقة زي ما هنشوف على الـ Protoss لكن اللي هيتغير معك الـ Controller بتاعك زي ما احنا هنشوف الفكرة كالقاتي إن انت بتجيب كارير ويكونستنت وتبدأ تكرنهم ببعض وخارج المقارنة بيروح على الـ Dagonal اللي هو T1 و T2 ونفس اللي انت عملته في أول 180 ديجري طبعا احنا بنزبط التردد على الـ Angle فانا عندي مثلا لون Angle 360 وأنا قلت التردد 50 هرتز فعيكون عندك الـ Period بتاعتك 20 ms ف10 ms اللي هم ينظروا الـ 180A كأنجل يعني فانت في أول 180 هتكون يعتبر ريفرنس مع كارير بالشكل اللي قدامك وخارج المقارنة هيخش على T1 و T2 في اللحظة دي T3 و T4 0 يعني مفيش حاجة عليهم فبالتالي حسب المقارنة لما هتشتغل هتبدأ تاخد الـ Output بتاعك طيب يبقى أنا أقدر أكبر وأصغر العرض بتاع الـ USD عن طريق إن أنا أكبر الـ Reference اللي هو A-R Small أو إن أنا أنزله أو أطلعه فكل ما نزلت الـ Reference بتاع الـ AR كل ما كان العرض بتاع الـ Width بتاع السيجنال دي صغير جداً فكل ما عليت اللي هو الخط الأحمر ده في المقارنة كل ما كان الـ Width A أكبر بالنسبة لك طيب هتقولي دلوقتي أنا لو قسمت الكلام ده الـ Angle هنعمل إيه؟ هنفترض إن إحنا عندنا الـ Angle بتاعتي Symmetry لو أنا خدت أول 180 درجة فأنا سيهي مثلاً عاشرة يمين يبقى عسيبهم بشمال والـ 160 يطلعوا في النص طيب أنا سيبت 30 يمين عسيبهم برضو شمال وإطلع معاك 100 في النص أو 120 في النص يبقى أنت عندك Angle الـ Angle دي بيحصل لها Symmetry يمين وشمال البلساء اللي أنت مطلح اللي هي 2D اللي هي الجزئية اللي في النص دي 2D فالـ 2D دي أنت المفروض إن إنت عنفترض إن إحنا الـ Angle بتاعتي عاسمها على 2 في الأول وعلى 2 في الآخر لو الـ Angle بـ Zero يبقى أنت شغال Square Wave زيك زي الفيديو اللي فات بالزبط لكن لو فيه Angle فهتلاقي إن الـ Angle دي عن سميها Angle على 2 في الأول وAngle على 2 في الآخر و180 ناقص الـ Angle دي يديك 2D اللي في النص خلاص؟ ونبدأ نغير الـ Angle كل ما غير الـ Angle كل ما عرض البلس دي هيتغير معايا كل ما قيمة الـ RMS voltage هيتغير كل ما هتخلص من الـ Harmonics زيادة لدينا كل ما إيه أشيل من الـ Square Wave دي كل ما أشيل من الـ Harmonics اللي موجودة خلاص؟ طيب إحنا عاوزين نعمل الكلام دا بالـ Controller بقى عندي أردوينو والأردوينو دا عبدأ أوصله مع دايرة الـ L298 الموتر درايفر و المفروض إن الخارج بتاعي لما يخش على الموتر درايفر دا وأيه جائيس على الـ Output يكون عندي فعلا كواسي سكوير ويف بتطلع هتقول لي طيب واحدة واحدة كده أنا المفروض إن أنا عندي دلوقتي أنجل أغيرها إزاي؟ فكل اللي نحن نحتاجه في الدايرة بتاعتنا إن نحن نجيب بوتونشوميتر البوتونشوميتر VCC والـ Ground عقده من الـ Arduino وهي يعتبر بوتونشوميتر بتاعتك 3-Terminal فعندك الـ Terminal الأوانية هتاخد VCC والـ Terminal الأخير هتاخد Ground والـ Terminal اللي في النص هتخش على Analog Input للـ Arduino من خلالها تبدأ تغير الأنجل بتاعتك وزي ما قلتلك الأنجل بتاعتك هتنقسم من النصين نص في الأول ونص في الآخر والفرق ما بينهم هي السيجنال اللي أنت بتطلعها أنجل بـ Zero ويبقى أنت شغال سكوير ويف بس في ملحوظة لازم تكون واخد بالك منها أنت في اللحظة اللي فيها T1 و T2 شغالين T3 و T4 دايماً الخرج بـ Zero وبعد كده نعكس اللحظة اللي فيها T3 و T4 شغال دايماً الـ Arduino الثاني بـ Zero فده أنت لازم تعرفه في الـ Controller بتاعك وانت شغال Step by Step تمام؟ طيب كنا بنروح للبروتوس يعني إحنا لو رحنا ده الـ Arduino كنت بروح للبروتوس وأبدأ أجيب الـ Component اللي أنا عشتغل بها فأنا عبدأ Run as administrator وعبدأ أجيب الـ Driver وأجيب الـ Arduino وأجيب البتونشومتر وأجيب الـ Supply اللي أنا ممكن أشتغل به فأنا أعمل هنا إيه؟ New Project تخلي البروجيكت ده مثلاً رقم أربعة لأن إحنا إيه؟ كل مرة إيه؟ بنعمل البروجيكت جديد ما بنسميهوش فأخلي ده البروجيكت رقم أربعة وهدوس نيكست 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 فينش هيفتح بالنسبة لك فهتبدأ تسرش في الـ B على الـ 298 هتلاقيها موترو درايفر اللي هي الجهزة اللي إحنا هنجيبها ونشتغل بيها و هنجيب الـ Arduino طبعاً مهمة جداً خلاص نشتغل بـ Uno اللي هي دي و هنجيب بوتنشومتر خلاص و عجيب من بتاعي اللي أنا عشتغل بيه اللي أنا عحطه على عشان يطلع علي في الـ Output بتدزل لحد ما توصل لحاجة اسمها سيميليتر وبوهي هتلاقي هنا فيه سورسي هتجيب الـ VA بتاعك خلاص طيب نبدأ نوصل أنا محتاج محتاج أحط الأردوينو بتاعتي بالشكل ده محتاج البوتنشومتر زي ما قلتلك عشان تحط الخارج بتاعك على الأنالوج محتاج الدرايفر عشان تبدأ توصله وتجهزه محتاج كم بناية محتاج بنتين كل بين بتشغل لك هاف بريدج كل بين بتشغل لك هاف بريدج فأنا دلوقتي عبدأ مثلا هشتغل بستة وسبعة يبقى أنا هشتغل هنا على الـ Input الاولاني بستة والـ Input او سبعة وبعدكها ستة محتاجين الـ Ground والـ VCC فتروح هنا من الـ Terminal هتلاقي هنا فيه Input هتبدأ تحط هنا سوان كده باور قصدي احنا عاوزين باور هتحط باور هتحط باور للـ Potentiometer وهتحط باور لـ الـ الدايرة بتاعة الموتوردرايف وهنجيب الـ Ground برضو محتاجين أدي Ground هنا ومحتاج Ground هنا عشان الـ الدايرة بتاعة الموتوردرايف تشتغل دايماً الـ Ground بتاع الـ Sub-Lay بتاعك وـ Ground بتاع الأردوينو بتوصله هنا بالـ أجيب الـ باور برضو ده ونوصل الـ Ground اهو ومحتاجين Ground تاني عجيبه دلوقتي عشان تبقى العملية ايه كلها complete بعد ما وصلنا هنعمل كده بكل بساطة خلاص طيب محتاجين زي ما قلت لك Ground تاني من الـ عشان نبدأ نوصل هنا الـ Ground بتاعتنا خلاص ونبدأ نوصل كده هنا النقطة دي كده ونوصل النقطة دي كده خلاص السابتلاي بتاعنا هنخليت نوشار فولت طبعا لان دي كويمة اللي احنا بشتغل بها كده انا وصلت خلاص السيجنال بتاعت الأردوينو وصلت وصلت السابتلاي بتاعي ونبدأ هنا نوصل برضو هنا الـ Power وطبعا انت هتخد الـ Power ودول من الأردوينو والسيجنال تخش هنا على A0 العملية كلها هتبقى وقفة على عملية الـ Controller ان انت تروح للأردوينو زي ده برمج ان انا عندي زي ما شفنا في الـ PDF ان انا عندي أنجل في الأول بيكون عندي فيها السيجنال كلها بسفر بعد كده عندي فترة بيطلع فيها سيجنال وبعد كده السويتشي التاني بزيرو برضو وباقيها فترة تانية بيبقى كله بزيرو هتقول لي واحدة واحدة تاني برضو عشان نتابعه عشان تفهم السيكونس اللي هنشتغل بيه انا عندي دلوقتي توبين توبين دول واحد بيشغل تي واحد وتي اتنين والتاني بيشغل تي تلاتة وتي اربعة المفروض ان هي احنا عن برمج بين في اول 180 دايما تبقى بزيرو وبين هيتقسم الـ Time لأنجل على اتنين وأنجل على اتنين والباقي في النص وبالتالي انت هيتكون عندك تلاتة بريود لكل ايه لكل 180 درجة تلات فترات لكل 180 بنها فيهم بتبقى بسفر وبنها بتتغيه والتاني يعني X البنية التانية هيتبقى بسفر والتانية بتتغير حسب المقرنة اللي قدامك اي انا دلوقتي هروح هبدأ عرف هقول ان انا عندي هنا بن مود لي البنية رقم ستة هخليها اوتبط ولازم كله كابيتل وما نستطيعش السميكولم وبقى كده عندي بن مود والبنية رقم سبعة خليها برضو اوتبط وما نستطيعش السميكولم كده انا عرفت البنتين بالنسبالي اللي هما ها يبدأوا يشتغلوا كاوتبط طيب نبدأ ان نخش بقى في الكود بتاعي في الكود بتاعي ان انا عندي بوتونشومتر بتتغير من سفر الخمسة فولت هيتغير انترن لجوه الاردوينو من زيره لالفا عشرين وبعد كده انا عاوز اعمل مابنج ان انا من زيره لالفا عشرين يبدأ اتغير معايا من سفر العشرة ميلي ساكند اللي هو ايه حسب تشغيل بتاعنا ان انا عندي الوتس دي بتحكم فيها من زيره لعشرة ميلي ساكند الانجل بتاعتي هتنقسم زي ما قلنا يمين وشمال الانجل على اثنين وانجل على اثنين او يعني انا هعتبر ان الانجل دي بتتغير معايا من سفر العشرة ميلي دي اللي هي اول مية وتمانين فانا اروح للاردوينو دلوقتي وابدأ اخد الداتا بتاعتي في فاريابل اسمه اكس واقول الاكس ده بيساوي انالوج ريد من البناية الرقم زيره سيمي كول وبعد كده الاكس دي بعد ما اراها كانالوج اسمي فاريابل عندي اسمه انجل الانجل ده بالنسبة لي اعمله ماب لأكس لما تتغير من سفر الالف اربعة وعشرين الماب ده يبقى بالنسبة لي من سفر العشرة ميلي سكند ومنساش السيمي كولون عندنا طبعا ادم انا حطيت تو فاريابل دلوقتي اللي هو اكس وانجل لازم اطلع فوق الفويت ستوب واعمل لهم ديكلاريشن يعني اقول ان انا عندي انت في حاجة اسمها اكس وعندي انت في حاجة اسمها انجل دول تو فاريابل اللي اشتغل عليهم طيب بعد ما قريت وعملت حاجة انا زي ما قلت احنا عندنا في كل مية وتمين درجة ثلاث فترات فترة اللي هي انجل على اثنين وفترة اللي بطلع فيها البالس والفترة التانية اللي هي انجل على اثنين فيه بناية بيحصل علىها التغيير وفيه بناية دايما بزيره اه يعني انا ابدأ اعمل ديشتال ريد ديشتال قصد رايت للبناية رقم ستة تبقى له وي ديشتال رايت للبناية رقم سبعة دايما تفضل له يعني انا سبعة اللي اثبتها في اول مية وتمانين وستة اللي هغيرها بقد ايه بدي ليه يساوي انجل على اثنين يبقى انا اول فترة الصغيرة دي اللي هي خارج المقارن انا رحنا للبيدي اف انت عندك اللي هو لو الريفرنس يعتبر اقل من الكارير طليع لك زيرو زيرو ده لتايم اسمه انجل على اثنين لان هو كيكيرا هيتقرر بعد ما البلسات يطلع يعني بعد ما الريفرنس يكون اكبر من الكارير هيتطلع بقون وبعد كده نرجع تاني هتلاقي ان انت عندك الكارير اكبر من الريفرنس هتبقى بزيرو فالزيرو اليمين ده هيبقى انجل على اثنين والزيرو الشمال ده هيبقى انجل على اثنين عشان تبقى مجمع معيه خلاص يبقى انا ااخد الكلام ده كله كوبي وابدى اقرره ايه مرة كمان كنترول في عيبقى بدال هنا الستة بقت له هتبقى هاي ده الوقت اللي السجن اللي يطلع فيه بس فقد ايه فعشرة ناقص الانجل بتاعتي هتقول لي ايه العشرة ناقص الانجل بتاعتك نرجع تاني المفروض ان احنا قلنا احنا عندنا يمين انجل على اثنين واشمال انجل على اثنين لما تجمعهم هيبقى انجل والمفروض ان انت بعد ما زبطت ان الانجل ده ده طايم عيبقى فيه الخارج بزيرو يبقى الباقي من المية وتمانين اللي هو ايه العشرة ميلي ساكند ناقص الانجل بتاعتك خلاص يبقى ده اللي يطلع فيه السجن اللي ايه بون هنرجع تاني ناخد الجزئية اللي فوق خالص ونقررها تاني تحت كوبي ونقررها تاني تحت المدة انجل على اثنين او يبقى انا عندي كده كل زي ما قلنا مية وتمانين درجة اللي هما عشرة ميلي ساكند بيتكرر فيهم ان انا عندي دايما البن رقم سبعة دي الدياجون اللي التاني دايما لو مفيش خارج عليه لكن البن رقم ستة انا عندي انجل على اثنين لو وبعد كده السجنال تطلع اللي هي هاي بعد كده انجل على اثنين لو طب ده في اول ايه في اول مية وتمانين تاني مية وتمانين اعتحكس بس بتاخد كل ده كوبي انتر كنترول في بدل ستة وسبعة يبقى ايه سبعة وستة يبقى هنا سبعة وهنا ستة اللي هتفضل دايما بزيرو وسبعة هي اللي ايه ستة خلاص كده الكود بتاعي اروح اعمله هو بيقول لك هنا في قرر عندك تبدأ تشوف هنا ايه في الديكلاريشن بيقول لي ايه بيبدأ نشوف تقريبا انت عندك هنا في حاجة غلط اه حطيت انا مش مزبوط تعدوز تاني كل حاجة تزبطت فعبدأ روح وقلنا في الفيديو الفاتر تروح من بريفرنس تلاقي فيه تزوز تشيك عشان يجب لك بتاع الفايل بتاعك تفضل تمشي تمشي لحد ما تلاقي الفايل بتاع الهيكس هتروح واقف عليه وتمشي عليه واحدة 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 ما توقف على السي تاخد كوبي وتروح للبروتوس تدوس على الاردوين ودبل كليك وتخش على البروجرام فايل تحط له وتدوس اوكي محتاج هشوف السيجنل هشوفها على السكوب فهروح هنا للميترز هتلاقي وسلسكوب هتضغط هنا وهنطلع الخارج بتاع اول هاف اللي هو على الاوت وان وهنطلع الخارج بتاع تاني ايه تاني هاف تاني هاف ايه الفرق ما بين اول هاف وتاني هاف ما فيش حاجة ما فيش فرق يعني الفكرة ان انت عشان تطلع على الفول بريدج بتشوف اول هاف طلع لك ايه وتاني هاف طلع لك ايه وتاخد الفرق ما بينهم يعني لو رحنا البيدي اف ادي اول هاف انت بتاخد الخارج بتاع النقطة ايه وادي تاني هاف بتاخد الخارج بتاع النقطة بي اللي هو اوت وان و اوت تو طبعا انا عاوز اجيب بقى الفول بريدج بتطرح السيجنال بتاعت اول هاف اللي هي ايه ناقص السيجنال بتاع التاني هاف اللي هي بيه فتجيب الايه الخارج اللي هو الفول بريدج اللي هو الكوازي اللي هيطلع لك زي ما هنشوف دلوقتي فعبدأ اعمل الكلام ده دلوقتي هنبدأ المفروض ان احنا هنبدأ من انجل بزيرو فهيبقى اللي طالع سكوير ويف زي ما هنشوف دلوقتي خلاص كده قال لي حاجة نبدأ نرن زي ما انت شايف انزل قال لي حاجة بص قال لي حاجة انت المفروض اللي طالع اهيه الخارج دلوقتي سكوير ويف هنتأكد ازاي خلينا نزبط الطايم الطايم بتزبطه هنا من السكرول اللي تحت ده هتلاقي هنا فيه الطايم وتجيب البوزيشن يمين شمال زي ما انت عاوز كده اهو يمين شمال عشان نجيبه الفول بريدج فانت بتعمل انفرت للسيجنال اللي هي بيه بتروح على هتلاقي فيه انفرت هنا وبعدك هتعمل فوق عند تشانل ايه اه اعمل ادي يعني اجمع اول سيجنال مع تاني سيجنال بص هيتلاع لك ايه سكوير ويف بالشكل الايه اللي قدامك ده خراص يبقى انا عندي سكوير ويف لو قللنا الطايم تاني اهو سكوير ويف طالع جميلة لازيزة زي الفول عاوز بقى كوازي انت كده دلوقتي الانجل بزيرو فقدام الانجل بزيرو يبقى انت مفيش كل البلسها طالع في البوستف وطالع في النيجتف لما تبدأ تحط انجل هتلاقي ان يبدأ يحصل شفتي يمين وشمال بكيمة الانجل اللي احنا عاوزينها بص اهو اهو بص الكلام بص كل ما تعلق 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 لحاد ما يبقى مفيش ايه لما تخلي الانجل بعشرة ملي سكن خلاص مفيش خارجة اطلع لك وترجع تنزل تاني اهو بص تلاقي السينجل بتوسع معاك توسع معاك توسع معاك لحاد ما تنزل بزيرو تبقى كوازي سكوير ويف تطلع تطلع معاك كوازي سكوير ويف خلاص يبقى احنا المطلوب اثباته في الفيديو ده ان انا ازاي دايرة الموتور درايفر دي بديها الفي سي سي الاثناشر وبديها تو سيجنل على امبوت وانو امبوت تو وما نساش ان الجراوند في العمل بتاع الاردوينو بتوصل بالجراوند بتاع الصدلية على نفس الروزيتا كجراوند وبعد كده انت بتقيس السيجنل على الاسلسكوب عندك في المعمل كده الاسلسكوب بتو ايه بطرفين يعني بتو تيرمنال فهتحط على اوت وانو اوت تو يطلع لك الكوازي على طول بالشكل اللي قدامك ففكرة هو محاكاة ديما للعمل ايه الفعلي يعني انت لو جبت انت الاردوينو وجبت بتونشو متر هتجب بتونشو متر وتوصلها مع الاردوينو خلاص بالشكل اللي قدامك اوه تاخد الخمسة فولت من الاردوينو او سري بوينت سري من الاردوينو والجراوند من الاردوينو والطرف التالت على ايه زيرو خلاص انت وصلت الجزئي بتاعته البتونشو متر دي ما فياش مشكلة نفس الحكاية هتروح على الموتور درايفر ما فقاش بقى فكرة ان انت تديها ground عالجنب دي دي حتة بس في البروترس عشان يشتغل انت بس بتديها supply وتديها signal من الاردوينو ومنساش اوصل ال ground بتاع الاردوينو بال ground بتاع درايفر ده هل محتاج ان انا اديها 5 فولت هي built in جواها 5 فولت مش محتاج تديها ال 5 فولت دي احنا بنديها لها بس في الايه في السيميليشن الخارج بتاعك بتقيسه على الاسكوب على طول يطلع لك كواز سكوير ويف وهو المطلوب ايه وهو المطلوب يثبته زي ما احنا شفنا الجمال والايه والدلع كده هنرجع السيجنال تاني رجحها ايه سكوير ويف طبعا سلسلة الفيديوهات هي معتمدة على بعد فنصيحة من الناس احنا دلوقتي هاو نزلنا تلات فيديوهات لازم تفرج على اول فيديو تاني فيديو تلات فيديو عشان تبقى ملم بالفكرة وتجرب الموضوع مع نفسك فتشتغل معاك الدنيا وتبقى تمام يعني خلاص فانا عاوز الناس تجرب باديها ازاي شغل نفس الدايرة دي كسري فيز واخد اللاين فولتج ونشوف ازاي نطلع اللاين والكلام ده اتمنى الناس تكون استفادت من الفيديو اي حد عنده اي استفسرات او سؤالية تواصل معايا اهم حاجة دعوا بظهر بالتوفيق والاستمرارية وحسن الخاتمة اشوفكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتو